منذ موعد الإفطار وحتى لحظات السحورة استمر توزيع الوجبات على مرتدي المسجد الأقصى وسكينة البلدة القديمة بالقدس فرق المتطوعين التابعة لبيت مال القدس الشريف في باب الأصوات كما في باب الساهرة والعامود عملت بوتيرة منفسقة على تقديم مئات من الحصص الغذائية في إطار العملية الإنسانية الكبرى التي أمر بها صاحب الجلال ملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للفلسطينيين في القدس وغزة طيلة الشهر الفضيلة في ليلة القدر عملية الدعم الإنساني مستمرة في مدينة القدس منذ الإفطار في هذه الليلة المباركة حيث استمر توزيع الوجبات من الإفطار إلى لحظات السحور حيث استفاد الرواد المسجد الأقصى المبارك بمئات الوجبات التي تم توزيعها بوابات البلدة القديمة في أجواء الروحانية الغامرة لليلة القدر واكبت هذه المبادرة آلاف الفلسطينيين الذين تمكنوا من عبور الحواجز إلى المسجد الأقصى لإدراك صلطي العشاء والترويحة في انعكاس لروح التكافل الشمعي والتضامن التي تنبني عليها قيم لجنة القدس وزراعها المالية الميداني وكالة بيت مال القدس شكراً يا ملك المغرب على الوجبات لصحور بليلة الأداء والنسبة لنا يعني حنا عملنا إنجاز كويس للقدس ولأهلنا بالمغرب وساعة حبينا يعني نقدم أحلى الوجبات إن شاء الله تعالى وكان جلالة الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته لوكالة بيت مال القدس لتقديم مساعدة غذائية للساكنة تشمل توزيع ألفي سلة غذائية لفائدة ألفي أسرة مقدسية وكذا تقديم وجبات يومية لفائدة ساكنة المدينة المقدسة إضافة إلى العمليات الإنسانية التي أطلقت بتعليمات ملكية لتوجيه المساعدات عن طريق البر لفائدة ساكنة قطاع غزة ومدينة القدس ترجمة نانسي قنقر